إجراءة أمنية استثناء فرضات السلطة الأفغانية هذا الخميس في العاصمة كابول بتزامن مع اجتماع مجلس اللويا جيركا فبمشاركة حوالي 2500 من ممثل المجتمع الأفغاني وبحضر الرئيس حميد كارزايف تتح المجلس التقليدي الكبير اللويا جيركا أعمله صباح اليوم في العاصمة الأفغانية لعلاني موقفه من بقاء قوات أمريكية في أفغانستان بعد عام 2014 وينقش أعضاء المجلس من ممثل المجتمع المدني وزعماء قبائل وبرلمانيين لمدة أربعة أيام الاتفاقية الأمنية الثنائية بين واشنطن وكابول الرئيس الأفغاني حميد كارزايف أعلن في كلمة ألقاه لدى افتتاح أعمال المجلس أن بين 10.015 ألف جندي أمريكي يمكن أن يبقى في أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف الشمال التلسي بحلول نهاية عام 2014 إذا تم توقيع الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة إعلان يأتي بعد ساعات متأكد وزير خلجي الأمريكي جون كيري أنه تم التوصل إلى تفاهم مع كابول حول أحكام هذا الاتفاق بين البلدين